يمكن زي ما كنا منتكلم الحقيقة مدينة العالمين الجديدة أكيد بيتوافر في الموقع في المكان نفسه عوامل جذب كتير جدا عوامل تقدر تخدم هذا المشروع لكن بكل تأكيد كمان كان في بعض العوامل اللي ممكن بتعتبر بمثابة تحدي فكاني نعرف من حضرتك يا فندم أهم عوامل الجذب وأيضا أهم التحديات اللي وجهتك عشان نقدر نحن نقيم هذه المدينة المدينة هنا أولا هتكلم على إحنا ما بدأنا شغل في المدينة بالتوازن من أول ما بدأنا كان كل مشغالين في كل التجاهات وكل المجالات أولا مش إسكان فقط لأحنا بدأنا إسكان بدأنا تعليمي بدأنا منافع رئيسية بدأنا كل حاجة ممكن عشان أكون مدينة كاملة متكملة ييجي هنا المواطن يسكن فيها مش مصرفية فقط أولا في مجال التعليمي مثلا إحنا حاليا عندنا جامعة العالمين وإكادمية العربية بخلاف جامعة ثالثة متخصص لها ودلأ لها قرار بزارب التخطيط الجامعات اللي هما اشتغلوا اليوم ثالث سنة يعني تقريبا لعم الدراس القادم إن شاء الله يكون فيه ضربة خرجت من جامعة العالمين الشيء الحاجة الثانية المستوى الترفيهي إحنا عملنا حاجات كثيرة ترفاهية في المدينة ولسه شغالين منها المرضات الترفاهية اللي احنا فيها حاليا منها الممشا السياحي اللي ويطوله حاليا المرحلة أولا 7 كيلومتر ولسه متبقى 7 كيلومتر كمان بخلاف ممشا آخر حوالين البحارات الصناعية اللي احنا عملناها عشان نزود المساحة بتاعة الميا والمطللات عليها في المدينة بخلاف برضو احنا عملنا ووفرنا كل ما هو لازم من شبكات مرافق من قدرات كهربية من ميا من معالجة صرف كل ده موجود في المدينة حاليا يعني اشتغلنا في كل المجالات عندنا برضو في التعليمي احنا دوات عندنا مدرسة تعليم اساس وعندنا حضانة دولة ان شاء الله يشتغل العامة دراسة يعني افهم من حضرتك ان عوامل الجاذبة وكان الموقع بدرجة كبيرة بما انها مدينة شهزائية طبعا وساحلية من التراز الاول يمكن كان العوامل التحدي او التحديات اللي كانت موجودة فكرة الترفيق الترفيق والاستدامة هو هنا عشان احنا نغير احنا مدينة العامين وانشات عشان تكون نواة تطوير الساحل الشمالي كله ومش العامين فقط عشان طبعا هي ديه بمثابة نواين والساحل ما ارتبطش به فترة الصيف فقط لا انا عايز مدينة مستدامة مدينة كاملة مدينة شغالة وتقول العام فانا ما استمرش بالجانب السياحة والترفيق فقط ان انا انشئ مدينة سياحية الناس تيجي في الصيف وخلاص كده لا صحيح احنا غير اي قرية سياحية موجودة في الساحل الشمالي احنا هنا مدينة كاملة متكملة انا عندي منطقة صناعية اربع تلاف وخمسمائة فدان انا عندي خمس مصانع يشتغلوا مش متخطط لها فقط يعني اشتغلت بالفعل لا يا الفعل اشتغلت افندم احنا هنا بيعنا طيب عزيم جد تمام وفي عندي خمس مصانع بالفعل اشتغلوا في المنطقة وحاليا فيه كتير بنبدأنا انخصص قطع اراضي سواء لمطورين صناعيين او مصانع صغيرة من خلال الهيئة عزيم كل التجهيزات اللي انتو عملتوها كان لها اكاسات كبيرة جدا على حركة الاستثمار في المدينة عايزين نتكلم عنها بالتفصيل طبعا افندم هنا المدينة برضو المشروعات القايمة حاليا ما تقتصرش بس في مدينة العالمين على البيت نفذها الدولة لا انا عندي مستثمرين دخلت عندي كمطورين عقاريين بنظام البيع او بنظام المشاركة عندي مطورين صناعيين دخلوا عندي برضو بدأوا ياخدوا اراضي هم يرفقوها ويبيعوها منها عندي دلوقتي بدأت عندي مساحات وجرية كبيرة جدا بدأت خصص لها عندي القطع اراضي برضو البنوك شركات كبيرة بدأت تاخد قطع اراضي بحيث تعمل منافز هنا في المدينة ده واحنا لسه بنبدأ المدينة يعني المدينة لسه يعتبر سنة اولى سنة تانية لسه دلوقتي المدينة كل ما هتتطور كل ما هتزيد عندي الفرص الاخترة صحيح المشتثمرين وثقين في المكان كمان طبعا طبعا افندل هنا في سقنا هنا كل حاجة موجودة في المدينة هنا مدينة مشتغلتش على جانب واحد فقط المدينة شغالة في كل الجوانب اللي هي ممكن توفر حياة في مجتمع عمراني طب بشواندس برضو يعني بكل تأكيد فيه سكان كمان موجودين في المناطق المحيطة عمتن بهذه المنطقة عفوا السكان الموجودين هي مشكورة مشكورة سياحية فيه بالفعل سكان موجودين هنا مواطنين عايشين في المناطق المجاورة لمدينة العالمين الجديدة عايزة عرف من حضرتك ردود افعالهم بعد اقامة هذه المدينة ايه اللي فرق معيهم؟ هو حضرتك فرق كتير جدا طبعا احنا كنا الناس هنا كان فيه تواجدات فعلا سكان بس بأعداد مش كتير بتكون لأعداد كتير في فترة الصيف فقط مش فترة الشتاء فالناس دلوقتي حسنت انها فعلا سعايشة في المدينة كاملة المدينة اثرت على كل ما هو محيط بيها بتتكلم انا عندي فوق التمانين الف عامل في المدينة فرصة عمل دلوقتي فده عمل كمية رواد سكان كبير عندي عدد الزوار زياد اكتر ما فيش حد دلوقتي بيجي الساحل ما بيجيش العالمين الجديدة بيشوف حاجات جديدة ما شافاش قبل كده في مصر تمام انا عندي بيضافة انا عندي خدمات دلوقتي بقدمها في المدينة انا عندي كل شيء ان انت ممكن تقدر الجاي من الناس المحيطة تستفيد منه جوا المدينة سواء فالله فرص عمل ليها والأولادها طيب تمام عايز ارجع تاني لنقطة الاستثمار هل احنا واخدين بالنا وامتابعين حركة الاستثمار رايحة لانهي قطاع بالظبط فنكثف الدعم metadata يعني المستثمر اللي جاي بيجو يستثمروا في ايه بالظبط انا عندي المدينة حتى الان نظار كاستثمار عند استثمار الصناعي ومدور الصناعي وعندي استثمار مدور العقاري وعندي برده كل معظم الشركات حاجات الترفهية برضه عندنا هنا المرضاة الترفهية كلها حاليا نشغلها التاني سنع التوالي فجانب استثمار السياحي والصناعي والتجاري هذة المدينة بيساعد المشتثمرين ازاي؟ جهاز المدينة بساعد ممثب هاية المجتمعات بساعد المشتثمرين في في توفير كل الدعم منه الدعم طبعا اول حاجة سهولة التقديم التخصيص هل عندنا فرصة استثمرية بتنزل شهريا على موقع هاية المجتمعات العملية الجديدة في خريطة بالزبط في خريطة محدودة فاللي عايز يقدم فبيلاقي نفسه انه عنده سهولة بيقدم من خلال موقع الالكتروني وبيستكمل بياناته وبيتخصص له الارض بكل سهولة طيب بما انه حديدك كلمت عن القطاع الصناعي وتحدثت انه بالفعل فيه خمس مصانع اشتغلت كلمنا عن هذه المصانع يا فندم كلمنا عن المصانع اللي اشتغلت حديدك قلت فيه خمس مصانع بالفعل المصانع دي معظمها كانت اللي هو المطلوب حاليا هي مواد بناء انا عندي هنا في المدينة المرحلة الاولى تمامين واربعين الف فدان انا رفعت عشرين الف فدان منها عشرين الف فدان دول انا بقيم مشروعات على جزء منها والباقي كلها فرص استثمارية صناعي وعقالي وتجاري يعني نسب التنفيذ بوستت في مدينة العالمين بشكل عام لقد ايه لا هو حاليا في مدينة العالمين كنسب تنفيذ كمشروعات كل مشروع منفصل لنسبة التنفيذ معينة بس حيانا بتكلم في المرحلة الاولى اللي هي المخططة من تمامين واربعين الف انا رفقت عشرين الف يبقى العشرين الف فدان دول بيمسلوا تعريبا اكتر من اربعين في المية دول كده جاهزين لاستثمار طيب احنا جينا قبل كده جينا من سنتين بالزبط كنا موجودين وشوفنا المشروعات اللي بتتنفذ والحقيقة ان الصورة واضحة وبتؤكد ان فيه اختلاف من سنتين لدلوقتي هل احنا شغالين في كل القطاعات مرة واحدة في كل المباني احنا شايفين انشاءات في كل مكان في المدينة هل احنا شغالين بالتوازي في كل هذي الانشاءات ولا نخلص مشروع مثلا ندخل في مشروعتين لا احنا حضرتها كل مشروع المشروعات في المدينة دي منسندة لشركات معينة ولها برنامج زمن وده مشروع بيخلص مفيش حد ببنقافش في اي شغل احنا هاليا عندنا اول ما بدأنا كان كل التركيز لازم عشان ابدأ اسكن كان لازم اخلص مشروعات المرافق كنت شغال بالتوازي وخلصت فعلا خلصت محطات المعالجة المعالجة السلسية صرف خلصت محطات تحلية خلصت محطات الكهرباء فانا وفرت للقدرات الكهربية ووفرت الميا ووفرت اللي هي المرافق الرئيسية للمدينة عندي كل مشروعات شغالة وبدأنا بالفعل احنا عندنا مشروعات انتهت وبدأنا نسلم من السنة اللي فاتت اول حاجة سلمناها واشتغل في المدينة هو الاسكان المتميز وسلمنا المواطنين ومواطنين ساكن فيه بنسلم في مشروع الداون تون حاليا وبتباع عن كل اللي بيخلص بنبدأ نسلمه للمواطن من الاضافة انه بنوفر له برضو الخدمات اللي هو بتطلبها المواطن وبدأت برضو انه احنا بنخصص دلوتي لكل قطاعات الدولة اللي هي اللي بتقدم خدمة زي الشهر العقاري زي البريد زي البنوك بخصص لها اما مقارات ادارية جاهزة بنقل الاصول هي اما قطع اراضي بتنفذ لحسابها طيب لو حضرته حدثنا عن القطاع الترفيهي كمان لمدينة العالمين قطاع الترفيهي لمدينة العالمين هنا طبعا المدينة هنا فيها كل العوامل اللي ممكن تجذب الزائر بالنسبة لحاجات الترفيهية انا عندي حاجة عندي مطلات ترفيهية عندي البحيرات عندي المدينة التراسية ومدينة الفنون والثقافة دي مدينة مقامعة 1260 فدان فيها مباني كتير فيها مدحف فيها مكتبة فيها مجمع سينيمات فيها اوبرا فيها مسرح روماني بخلاف منطقة تجارية بخلاف ساحة رئيسية كبيرة جدا مطل على منطقة مضاعم عندي ممشي كمان على البحيرات عندي البحيرات بتحصل فيها مسابقات الألعاب مائية وده حصل استضافنا لتالي سنعة التوالي متقولة العربية والإفراقية للتجديف والكياك والكانوي ولسه برضو احنا كل شوية بنزيد في موضوع الترفيهي في المدينة طيب هل البحيرات ده هيكون فيها فعليات من المهرجان مهرجان على مين لا حاليا المهرجان مش هيبقى فيه فعليات البحيرات طيب اعتقد ان احنا في النسخ اللي جاي كمان من المهرجان يكون المسرح الروماني انتهى وتم تسليمه فيكون في حفلات اعتقد ان كل حاجات دي هتساعد المهرجان في نسخه القادمة طبعا اكيدا فندم وانا عندي هنا في المدينة ساحات رأسية كتير جدا في معظم المشروعات فده كل هيقدر يساعد انه ان انا ازود عدد الايام وازود الاحتفالات في كل سنة ان شاء الله يا بي فندم حدقتا حدثت عن المساحة مساحة مدينة العالمين الجديدة حيان مساحة شاسعة فبردو احب انعرف السادة المشاهدين عن المواصلات من وإلى المدينة وكمان داخل المدينة هو حين يا فندم المواصلات في المدينة احنا حاليا في شبكة الخطار السريع حيان بتتنفذ وهنبدأ ان شاء الله في ان شاء الله محطة العالمين اللي هو اللي بتربط العالمين بالسكندرية بالعاصمة بتربط شبكة مصر كلها الخطار السريع عندي هنا برضو مواصلات من من لها لحد اسكندرية هي شغالة حيان بالاضافة الى مخطط المدينة الليسه هتنفس كشبكات مواصلات هتبقى دايما بالتخطيط مع وزارة النقل تبقى اخيريا باش مهندس احنا يمكن سؤال حلقتنا النهاردة كان ايه فكرتك اللي ممكن تنفذ في مدينة العالمين الجديدة عشان نقدر نصل بيها لمدينة ساحلية عالمية وكان في بعض الاقتراحات والمقترحات اللي وصلت لنا عايزة عرف من حضرتك هل فيه اي طريقة بتستقبلوا بيها مقترحات لدعم السياحة او لدعم هذه المدينة او حتى يمكن المقترحات حتى اللي وصلت لنا فيه بالفعل افكار حلوة كتير جدا وحضرتك احنا عندنا هنا في الجهاز بنستقبل اي حد بيجي باي مقترح بيجينا احنا بنساعد فيه وبنعرضه على السلطات المختصة لاتخاذ القرار طبعا اي حد بيطلب اي حاجة ام عندناش مشكلة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وعندنا هنا لازم متخصصة ان بتستقبل طلبات دي بتعرضها للسلطات الاعلام احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك